السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنبدأ على نتو. بتكلم في نتو على اول حاجة الكمبارزن. يعني ايه? انا بعمل مقارنة بين شخصين. تمام? بفضل مثلا شخص بقول ان الشخص ده اطول من الشخص ده. او ان الشخص ده اقصر منه. او اشتر منه. تمام? يبقى انا في الكمبارزن عندي شخصين. مش حبيبي? طيب اول مثلا عمر is taller than mona. انا عملت ايه? اول حاجة جبت اسم الشخص اللي انا بتكلم عنه. اللي هو مين? عمر. وبعدين قلت is. وجبت الصفة اول اجيبت في عندي دفتلها er. قلت taller. وبعدين جبت كلمة than than يعني عن او اطول من. تمام? مونة. يبقى انا عندي بجيب الاجيكتف اللي عندي. بحط لها في الاخر er. وبعدين بحط كلمة than. يبقى دايما في الكمبارزن او كيس بلاقي كلمة الصفة اخيرة er لو الصفة short adjective بلاقي في اخيرة er. وبعدين دايما لقي كلمة than. بدان بقارن بين شخصين هلاقي كلمة than. اول مثلا مونة is shorter than huda. مونة مينة ملها اقصر من huda. مش حبيبي؟ دي لو short a short adjective. طيب. محمود give me a sentence. example. دي مثال. اه. هابا is older than. تمام. تمام. هابا is older than محمود طيب لو بدأت بمحمود أقول محمود إيه أقول إيه يا رانا is younger than is younger than is younger than هبة طيب يقولي بعد كده أنا عندي أجوكتب طويلة طويلة إزاي عندي مثلا أجوكتب إزاي كلمة expensive 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 أو عندي كلمة دنيا exciting تمام أو enjoyable أو fantastic كل دي اسمها إيه long adjectives يعني صفات طويلة تمام يقولي إن الأجوكتب ديس ما ينفعش يحط في أخيرها كمان er هيبقى صعب إننا نمطق الكلمة دي تمام يبقى إنا مش هحط er لا أنا هحط حاجة تانية غير er هحط إيه هحط كلمة في قبلها اسمها more أو زي أو than sorry more أو less تمام وبعد الكلمة الكبيرة دي هحط كلمة إيه than يبقى دايما في الكمترزن بقارن من شخصيين وبلاقي كلمة إيه than than يعني عن أو من طيب يقولي مثلا هقول the watch the watch الساعة is more offensive than ببن الساعة أغلى من الإيه من الألم تمام or for example the film or the movie is more exciting than the play يعني الفيلم أكثر إثارة من المسرحيين في أكشن به وفي حركات ومكان ومكلمات سيكلات وعربيات في أكشن زكتير فأقولي النوع more exciting than زكتير طيب إيوانا عندي هناك more exciting than أو less exciting than طيب رانا give me a sentence علي استولر زين محمود علي استولر زين محمود ده short adjective ماشي يا صح علي استولر زين محمود أنا عايزة بقى لو عندي long adjective لو عندي صفة طويلة هقول إيه يا رانا أولي مونة is is more beautiful than صورة is more beautiful than صورة مونة is more is more beautiful than صورة طيب يقولي بقى خلي بالي هنا إن أنا عندي بعض الـ adjectives الشاذة يعني إيه شاذة يعني إيه شاذة يعني الصفة مثلا زي كلمة مش شاذة أو يعني بس لها قعدة مختلفة شوية زي كلمة big لما بك أحطها في المقرنة بعمل إيه في حرف g بحط كمان حرف g وبعدين أحط er وانا بأعمل مضاعفة لحرف g طيب كلمتين زي كلمة noisy noisy يعني noisy يعني يعني ضوضاء أو حاجة دوشة أو كلمة busy busy يعني مجهول بعمل إيه بقى في tool أدي في زورة بشير حرف y وحط i er أول مثلا noisier noisier تمام بشير حرف y وحط i er أو busier اشيل حرف y وحط i er مش حبيبي طيب ده بالنسبة للكم أول مثلا the class أو the street الشارع is more is noisier يعني أكتر ضوضاء than the class مثلا الشارع عامل دوشة أكتر من Nicholas مش حبيبي دوشة المحبي يبقى أول the street is noisier than the class the elephant الفيل bigger bigger than bigger than مثلا the horse الفيل أكبر من the horse or clear ماشي حبيبي ناشي وضح ثلاث الزليات آه وعايز أقول إن a ده هو أطول واحد فيهم هقول ايه هقول a is the tallest the tallest the tallest يعني الأطول عملتي هنا جبت كلمة the ودائما نحن لقيها موجودة أساسي وهلاقي الـ adjective عندي أو صفة آخرها est صفة آخرها est في الآخر خط يبقى a is the tallest طبعا إذا أقول مثلا إن c هو أصغر واحد يبقى c is the shortest the shortest يعني الأقصر الأقصر واحد ماشي حبيبي clear ماشي خير جب نازر سمتنس سيارا آم ها ها سلمة مثلا سلمة is is the shortest girl girl in the class أو is the youngest the youngest يعني أصغر بنت the youngest girl طيب عايز أقول مونة مثلا هي أطول أكبر بنت يبقى مونة is the oldest the oldest يعني أكبر عمر هي أكبر بنت في الكلاس طيب محمود another example أقول محمود heba is the tallest تمام heba is the tallest heba هي أطول بنت طيب أنا عندي كلمة كلمة bigger نحن قلنا big في المقارنة تبقى bigger طبق لو نعيز تحطها في comparison في sublative لأنا نحط كمان g برضو وبعد نحط لا e the elephant the elephant is the biggest animal هو أكبر مثلا the biggest animal تمام كده أقول مثلا the ant is the smallest النملة هي أصغر الحيوانات is the smallest نفسي الكرام قلنا أن أنا عندي بعض adjectives أو long adjectives ومنفعش أحط لها EST في الآخر أو ER في الآخر زي كلمة exciting و enjoyable و fantastic بعمل إيه بقى بحط هنا بحط long adjectives اللي عندي long adjectives بحط قبلها كلمة إيه the most the most أو the least يبقى كلمة the most أو the least the most يعني الأكتر و the least الأقال clear clear يبقى the most أو the least طيب ندي أكزامبل أقول مثلا the mobile أو the least mobile is the most offensive the most excellent يعني إيه الأغلى سعر أو الأعلى سعر ندي أكزامبل ثاني وأقول فوتبول مثلا فوتبول is the most exciting sport the most exciting يعني الأكثر يسعر is the most exciting ماشي حبيبي ماشي ماشي أي حاجة مشفتح في الجزء ده لا بيقولي بعد كده أنا عندي بعضي بقى ال adjectives الشزة irregular adjectives يعني يعني لا ينفع حط لها er ولا st ولا ينفع حتى حط لها the most ولا more زي إيه عندي جروب كده of adjectives زي كلمة good و bad much و mini little و كلمة for ال adjectives شكلها بيتغير في الكمارزن وفي super ازاي في الكمارزن بيبقى اسمها better than كده و كلمة bad بيبقى اسمها worse than worse يقولي ده في الكمارزن لما كن بقارن بين شخصين طيب much و mini بيبقى اسمهم more than طيب little بيبقى اسمها less than آخر كلمة كلمة farther for بيبقى اسمها farther أو further يعني ممكن نلاقي كلمة farther مقتصوبة بالA أو بالU يعني ممكن A لأن الحرف ده A أو U يبقى farther than أو further than أول for example كايرو is كايرو is farther than مثلا إيه طنطة كايرو is farther than طنطة يعني كايرو عملها أبعد من طنطة كايرو is further أو farther than طنطة طيب بالنسبة لل super للتفضيل ما أقول مثلا شخص أطول واحد أو شخص أجمل واحد أو شخص أحسن واحد هقول بدل كلمة جود هتبقى اسمائي the best the best يعني الأفضل وبدل back تبقى the worst أقول مثلا إن إيشادي is the worst boy in the class شي ده أسوأ بلد في الكلاس طيب بدل مطشو مين هتبقى اسمها the most the most يعني كلمة letter بتبقى the least the least يعني الأقال I have the least books in the class مثلا أنا أقل واحدة في الكلاس معي أقل كتب يبقى the least آخر حال كلمة four بتبقى the farthest أو the first the first أو بدل حرف U بعض بلقي حرف A بدل لقي حرف U وأقول the first ماشي حبيبي ماشي ماشي حبيبي في أي حاجة مش وضحة no تمام محمود clear وضع حبيبي النشرة النشرة جوية نشرة نتكلم عن forecast forecast يعني النشرة جون لما أقولك مثلا what is the wizard what is the wizard like today جون هذا عملي زي what is the wizard like it's sunny it's sunny تمام أو it's it's wind أو it's cloudy أو it's cold rain آه كل دا بتكلم على حالة الطقس اللي هو the weather تمام لما أقول what is the wizard like today the wizard like معناها حالة الطقس ما هي حالة الطقس أقول what's the weather the weather like today ما هي حالة الطقس النهار ممكن أقول it's sunny it's cloudy it's rainy snowy whatever ماشي حبايبي طيب نحن عندين how many seasons عنا كم season في كم season عندنا four four نعمين four seasons four seasons زي اي اي summer summer و summer و autumn spring winter تمام thank you so much we have four four seasons تمام طيب اولا سألت حد قطوله what does the wizard forecast to save for today what does the weather forecast to save for today يعني نشط الحالة الطقس أو نشط الأخبار الطقس يتقول إيه نهاردة what does the weather forecast ليا حالة الطقس أو نشط الطقس يعني save for today يتقول إيه نهاردة اقول إيه رنا it's it's sunny it's going to be sunny for example it's going to be sunny يعني الجوه هيبقى كوي عشان مش يبقى it's going to be sunny تمام ممكن نقول تاني it's going to be windy تمام it's going to be يعني الجوه هيكون it's going to be windy and الجوه هيكون windy أو في هو how many days does february have in a leap year كلمة leap يعني يا رنا leap يعني سنة كبيرة how many days does february have in a leap year في كم يوم في february 29 29 thank you so much يا محمود it has 29 عندي february لو هي leap year لو سنة كبيرة عندي 29 if it is not it's not leap year it's a simple year عندي كم يوم 28 28 يبقى لو هي leap year لو هي السنة عندي leap leap يعني leap يعني سنة كبيسة leap year so february will be 29 february اللي هو شهر february شهر 2 will be 20 29 29 29 تمام طيب ماشي حبابي طيب ماشي نكمل بيقولي كمان ايه هنا بيقولي برضو لو انا قلت what are the hottest months what are the hottest months ايه هي الشورة عندي hottest hottest يعني ايه يعني السخنة الحر 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 ايه عندي hottest months عندي مين جون جلاي and august اوما ترس دولك ايه the hottest يبقى جون جلاي and august طيب what are the coldest months coldest yes december january february december january february عندي من اول من اول الشتاء لو من اول winter يبقى december january and february خليبقى ان كلمة autumn ساعات بنسمها او بيقولوا علاها fall بقى كلمة autumn اللوها الخريف ممكن ساعات على ايه حد ثاني بيقول علاها fall يعني برضو الخن عندي برضو بيقولي ممكن بقولي كمان ممكن اقول مسلا ان ان december is colder than august شهر december ميلو colder than august يعني ابرد من ابرد ابرد يعني طبعا نحن في الشتاء december دا شتاء يبقى december colder than autumn colder than يعني ابرد من colder than autumn or colder than summer december is colder than mars okay mars اللي هو شهر مارس not mars mars dda اللي هو المريخ اما mars اللي هو شهر شهر مارس مش حبايبي انا اقول december is colder than mars طب لو بدأت بمارش بقول mars is hotter than december hot hotter than december يعني احر شوية عن december طيب طيب خلي بلي برضو ان عندي كلمة ازي كلمة اي ازي كلمة family عايز اقول مثلا ان my father is the oldest person in the family بابا اذا هو اكبر واحد فين في العين طيب انا اقول what is the highest mountain in the world the highest mountain mountain everest mount everest طيب what is the largest او the longest river longest river the river the river nile the river nile اللي هو اي نهر النير عندنا في مصر ماشي حبايبي ماشي here طيب لو انا قلتلك مثلا ايه what is لو انا قلتلك continents اللي هم ايه continents اللي هي هنبدأ بقى continents يعني كلمة continent اللي هي كرة كلمة continent continent يعني كرة طيب يقولي هنا هيبدأ بايكلم على countries البلاد ويقولي مثلا ايجيبت 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 هنا ايه انا عايزة اتكلم على ايجيبت هقولي مثلا what is the capital of egypt the capital of egypt is kairu the capital of egypt is kairu what is the capital of mexico what do people in egypt what language do people in egypt speak arabic تمام ما لما لما قول what nationality هي l-egyptian nationality l-eagency اما what language اللغة اللي بيكلموها اسمها arabic يعني arabic what language do egyptian people speak اقول arabic what about australia what is what language do australian be able to speak english english بيكلمو speak english بيكلمو english زي بتوع america وبتوع britain لو قلي مثلا اتكلم برضو على ال four directions عندي اللي هو east west north south تمام لو جاء اللي مثلا ايه ده directions اللي عندي اول حاجة هنا north تحت south عندي east and west تمام 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 يقول هنا خلي بالي لو قلي بقى سألي السؤال وقلي where is australia australia موجودة فين australia موجودة في موجودة بيقول in the southern hemisphere southern hemisphere يعني الجزء الجنوبي الجزء الجنوبي من الارض southern southern يعني جنوبي خلي بالي ان كلمة south الاجكتف منها او الصفة منها بحط لها ern باسمها southern بنطقي كأنها z اسمها southern نفس الكلام north لما جنوبي اقول ان شمالي باسمها northern 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 او 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 و northern تمامي حبيبي طيب يبقى بيقول هنا نامي حبيبي محمود عايز حاجة لا كنت باسمالك ماشي حبيبي بيثقوا عليها اسم ايه بيسموها the land of down ender the land of down ender ماشي حبيبي طيب what is the most of the land like in australia يعني الارض عامل ازاي او طبيعة الارض عامل ازاي في australia بنقول ان هي desert desert يعني desert يعني صحراء صحراء طيب كلمة what animals are found in australia ايه الانيما الموجود في australia ام ام بلاتي كانجيرو كانجيرو بيكي بوس وانا والاز تمام ايكندى ايكندى and وانبات بيكلم بعد كده بقى في revision في الجزء ده على الباسف الباسف يعني ايه ودو ايمن بي باسف الباسف بيقولي ان عندي sentence او جملة عندي تبدأ بsubject then verb then object ده ترتيب الجملة منطقي subject verb object ده الحلال عادية لما لما جي بقى احاول الجملة الباسف بقوم اول حاجة عاملها انها بشيل subject بشيل المكان وحط مكانه الايه الobject وانا حط الobject في البداية وبعدين ما فقوم بقى المكان البرب بقى اللي هو ام او 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 بقى الفرب ان بقى اضع ببي يعني التصريف الثالث ال past participle وبكادة كامل وقول buy وحط ال subject زي ما هو ما بغيرش فيها حول مثلا example I I build a house أنا بنيت عايزة حول هالبسل اقول اي رانا اقول حاجة عامل ايه عامل ال subject وضع بال object ال object اسمه اهوث ايه اهوث اهوث اه اجيب بعد اهوث اهوث ده سينجل اقول اهوث اهوث ده سينجل اقول اهوث وبعد نجيب البيبي من build اللي ايه build build by by me by by me محمود لو انا قلت he wash the car the car he washes the car عايزة حولها البسل يا محمود اقول يا حبيبي اول حاجة عامل ايه تمام يبقى اقول the car اللي عندي وانا بجيب ضمير المفعول من stop jitter طيب example ثاني بيقول لي سلمة سلمة the room وعيز حطها في البسل هقول ايه يا رانا the room the room by salma the room the room is 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 cleaned is cleaned by by salma thank you so much بيبي بيبي طيب another example لو انا قلت هي مثلا هي cooks vegetables اقول ايه محمود vegetables vegetables ايه by Buy Hymn very good can you so much vegetables are cooked by him very good thank you so much ترجمة نانسي قنقر لا مش روت ما ايه ريتد ريتن الليتر اس ريتن باي مين؟ باي صحا الليتر اس ريتن باي صحا مش حبيبتي؟ الليتر اس ريتن باي صحا تعم كده؟ طيب خلي بالي ان احط كاملة باي في الاخر عشان ايه اوضح مين اللي عمل الاشن ده او مين اللي عمل الشغل ده بيقولي ان عندي بعض الاجتب ده كلمة honest الابض بداها ايه اسمو ايه honest الابض بداها او dis honest patient impatient friendly unfriendly popular unpopular 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 يعني ايه غير شيع او غير معرو طيب لما بيقولي مثلا بيقولي مثلا ايه غير صحا ماذا سامر ايه افضل حاجة في السامر يا لاني لا يبدأ الفيادن الفيادن مالقل انها بعض من الجو يعني تبقى الجو سعات ايه برد معايا كده تبقى معايا كده في الكتاب معاياكوا بسرعة معايا حبيب بقول لنا rewrite the following sentences using the words in brackets نعم يا حبيب نحن حلنهم قبل كده لا نحن حلنهم قبل كده تمام بلا ما تفتحش الكتاب بتاعك يا محمول بقول لنا علي got nine marks in english and the basel got seven marks عايز عمل a comparison أقول لي يا محمود ها علي is yes تمام كم علي is better than تمام باسل ماشي ممكن اقول علي is better than basel او اقول علي got ها higher marks higher marks يعني ضربات اعلى than basel اقول علي got higher 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 يعني اعلى higher marks or better marks than basel لبعدها يرى number two yes teacher ممكن تصغري الجملة عشان السؤال كده كويس بيقول لي no one in our class is as good as Nancy no one Nancy is is yes is is as good as is the good as لا مش the good as احنا قولنا good دي شازة يبقى قول Nancy is the Nancy is the the best Nancy is the best the best yes best احنا قولنا good ده شاز فاقول Nancy is the best the best girl in our class خلاس تمام لبعدها احمود no camera no camera no camera is more expensive than mine كاميرا اغلى من كاميرا تاتي الكاميرا تاتي اغلى كاميرا يبقى قول my camera ما لها my camera is the most yes my camera is the most expensive يعني اغلى كاميرا I don't play tennis well but I play football well well I don't play tennis well but I play football well yes tennis is is the worst worst مش عايز worse يبقى قولي I play tennis yes yes worse than worse than worse than football تمام worse than football أسوأ من إيه أسوأ من الفوتبول تمام 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 مش عايزة البعدها محمود أو ممكن أقول أو ممكن أقول I am worse ثانية ممكن أقول I am worse in tennis than football I'm worse in tennis than in football number five number five the jacket the jacket 200 pounds the shirt is 150 pounds the jacket is more more expensive than expensive than the shirt the jacket is more expensive than the shirt more expensive than number six yes it's always hot and quite humid in Bangkok the capital of Italy what in the weather what 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 is the weather like in Bangkok what is the weather like in Bangkok very good next 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 لا قلت خاص كده بانت July and August The worst month The worst month because they are very hot هم أسوأ فوصول لأنه Very hot يعني إيه لبردين قوي Why تمام Why 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 July Why بعد بص يا محمود بعد وي بجيب الهي اللي هي البلدين